اهلا بكم في درس الجديد على قناة كامتين الشيكوانيشن نهاردة هنشرح اضافات بتساعدك تحسن من السيو وتحسن من كتابة المقالات سواء حتى لو تعمل وصف اليوتيوب اعلام فيسبوك اي حاجة ايا كانت ازاي تخلي شات جي بي تي العادي يدعم بعض الخصائص من بعض الخصائص من شات جي بي تي فور ممكن يتشتغل على حاجات حديثة بتاريخ السنة دي او ممكن النهاردة من غير ما اعمل لك مشكلة النهوة داتا بيز بتاعته مش محدثة وقديم طبعا انها نصف تلاتة ونصف احنا هنحاول نخليه دعم بعض الخصائص من شات جي بي تي فور وطبعا كل الكلام ده عن طريق بعض الاضافات اللي هاسبها لك ونبتلن نعمل عليها تاسل سريع اول حاجة الاضافة الاولانية ابحث عليها في البلاجن او كروم وبستور او ممكن تكتب في البحث كروم وبستور تفتح وتسجل بي عن طريق جيميل ان ده قريدي لستور بتاع جوجل ويب شات جي بي تي ويز انترنت اكسس او الاضافة دي هتثبتها تاني اضافة بروم بتستور دي انا كنت بثبتها تاني وماكس اي اي دوت مي والاضافة دي للمعلومة تابعة للويب شات جي بي تي وهم اضافة بالنسبة لي اي اي بي ار اي ام فور شات طبعا الاضافات دي اول حاجة تثبتها مش صعب بس لازم يكون عندك جيميل مربوط بشات جي بي تي وده اللي هنعمله دلوقتي فتابعه معايا زي انشافين ده شات جي بي تي الميل ده اتربطش قبل كده هنا بشات جي بي تي هنعمل ساين اب واما حاجة ما نعملش ميل خارجي ويفضل تستخدم الجيميل الاساسي طبعا بعد ما بنعمل الربط بتاع الجيميل بشات جي بي تي بيظهر لنا بالشكل ده عادي جدا تعالي نسأل شات جي بي تي اي سؤال عن الفين اربعة واشرين مثلا الاجابة طبعا المتوقع عزرا ولكن لا يمكن توفير بيانات لان الديتابيس بتاعته لم تتحدث من الفين اين واشرين النسخة المحدثة بتاعت اللي هي نسخة التربع والنسخة الجديدة اللي هي اربعة لشغالة بدل اي طيب ايه الحل انا مش عايز ادفع فلوس او معيش فلوس او معيش طريق دفع ان سهل انك تتحصل اصلا على الحسابات بتاعته لكن مش دي قصتنا ومش دي الطريقة اللي احنا هتكلم على النهار اول اضافة هنبتدي بيها وانا بسيطي نضفها معنا في المتصفح اي 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 ار بي ام اول ما بنضيف الاضافة دي بيحصل معنا الكلام دي بقولك عايز تربط اليربم بالشات جي بي تي وليب ان تعمل موافقة وكنتينيو ازا ان شافين انا بيطلب منك الرابط عن طريق جوجل اكاونت حصل خطأ وده عادي يحصل معاك قطأ واسنا الرابط بتعمل مرة واتنين اللي حد ما اصبط معاك دي مشكلة تعريبا في العدالة انه دي ثاني مرة يحصل معاك مشكلة دي بس عادة جدا بعد محاولة واتنين ونحاول دلوقتي تاني لحد ما تربط معنا تربطها بجوجل اكاونت الجوجل اكاونت ده لازم يكون هو اللي تربط بالشات جي بي تي مش اي ميل خارجي ففضل تستخدم جوجل اكاونت في انشاء حساب الشات جي بي زيون شايفين كده تربط معنا وسند فريفكيشن كود عشان يتأكد ان ده الميل الاساسي ودوس كونتينيو زيون شايفين كده احنا فعلنا بالرسالة ودوسنا طبعا على رسالة التفعيل فكده فعل معنا الحساب انا اعمل ربط اضافي بعد كده بيقول لي وبعد كده هندوس على كلمة هتعمل طبعا موافقة وبعد كده هكومفير زيون شايفين كده اتربط معنا اللي بيميزه انه بيبتدي لنا خصاص شات جي بي تي فور ان انا ااخد بعض المعلومات عن السنين او طاريخ حديثة مغير اي مشاكل فيه طبعا كذا كنتجري هموم في رأي او بالنسبة لان انا بستخدم حاجة تابعة الماركتينج وحاجات تابعة السيو بالنسبة ممكن تبتلطور عليه عدوات وطبعا حاجات كتيرة ممكن يديك امر للابليكيشن او هندسة عكسية وطبعا عدس ولا حرك في الحارض ممكن نختار سيو زيون شايفين كده فكده التصنيف بتاعه حاليا السيو الطبعا برضو هنا ممكن تخلي السيو بتاعك تاست هكتار ماركتينج برضو ولا لينك بلدينج ولا كي بورد انا بحب خليها اول بس ممكن تتحددها وتخليها برضو هنا ممكن تبتلطور توب او 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 اخير حاجة تحدثت في الاداة لكن طبعا احنا هندوس وطبعا زيونا شايفين كده هتلاقي عندك هنا بقول لك خمسمية اربعة وتلاتين انت في اول برومبت منهم من اتناشر لاتناشر دول التابعين بس للرايتينج طبعا زيونا شايفين كده عرفنا ان الاداة بتاعتنا فيها ادوات كتيرة جدا وطبعا احنا بس اول ما حددنا اوتبوت عربي. في بعض الاحيان وركز في بعض الاحيان ممكن اكتب له اكتب ليه باللغة العربية. مع ذلك المفروض مدام ان اكتبت الاوتبوت عربي يكتب عربي مباشر. طب لو حصل الخطأ ده باكتب له اكتب ليه باللغة العربية. هابتدي هريدي يفهم الكلام ده ويتطلع لك الشغل بتاعك باللغة العربية. فتعالوا نجرب كده. كان جافين من غير ما اكتب له اي حاجة. بدأ يعمل لي هيكل المقال او جسم المقالة من عنوان فرعية وسنوية. طبعا احسن ميت مرة من ادوات تانية مدفوعة موجودة على الانترنت. حتى كاتي بيقول لك خمس تلاف كلمة. آآ موقع تانية بتدي لك مثلا الفين وثلاث تلاف كلمة. لكن هنا بيديك عدد مفتوح من الكلمات. وشات جي بيتي فور الفين واربعة وعشرين اتكتبت محصليش الخطأ بتاع ان انا بتاعتي مش محدثة. ولا زلك يبتدي يدي لك كل حاجة انت محتاجة لابتوكر التكنولوجي مش عارف ايه اي حاجة بتخص عام الفين واربعة وعشرين. فده طبعا ميزة تضاف طبعا اداة مجانية انا اقدر عمل بها حاجات كترة زي. غير طبعا في شغل كتير جدا ممكن اعمله عن طريق الاداة دي. لو دوسنا نيو مسلا زين شايفين فلسيوبتوميزيشن. عندنا برضو اسموات سيوبتوميزيشن. كل دي ادوات بتساعدك وريد تعمل لك على المقالة من قبل ما تكتبها. طبعا في حاجات ممكن تبديلت اه جادة اسئلة ممكن اعمل لك مقالة من خمس تلاف كلمة تخيل خمس تلاف كلمة يعني انت هتتصدر هتتصدر. طبعا لو انت عندك شغل على الفيسبوك او مقالات او حتى بعض الحاجات التسويقية بالميتة. اه طبعا عندنا الان بي اللي هي بتبطيط يضيف صور او اميج مع الارتكال. طبعا عندنا ده حاجات كتيرة جدا وهنا طبعا الراينك وكل ده شغال بشات جي بيتي فورو ده الاكتر حاجة انا باستخدمها. وفي راي كمان الاعداد كوي جدا. طب المشكلة بتاعتها التون والحوارات دي اقول لك فيه اداة تاني فيها نفس الاشكال دي وبنفس الخصائص تقريبا وفيها كمان الدنيا مفتوحة اكتر ممكن اريك تستخدمها ازاي ونروح لها دلوقتي. دي بس حاجة سريعة انت ممكن تبطر نوت سبيشل عشان في حاجات تعدوات تانية كتير الف مثلا او حاجة. طبعا حاجات تبع اليوتيوب يوتيوب سيو. اه كيوورد اناليتكس يمكن يعمل لك فحص يقول لك اكتب لي الكيوورد دي وبحس لك عنها ويطلع لك فحص ومعلومات او كلمات مشابهة وكلمات فرعية. اه برضو ممكن انا في السيو بدل ما انت بتسيبها يعني رايتنج بس لانا عايز للكيوورد. يبتدي جيب لك كل الحاجات المتخصة مثلا كيوورد جنوريت. يقول لي اكتب لي بعض الكلمات الزهرة خلص حاجة عن القهوة التويزر العائب مسلا نكتب اه ذهب اللي هو الزهب تب انتر هندوس انتر يبتدي يعملك برومبوت كامل بالكلمات المفتحية اللي انت محتاج. بزي ما انت شايفين كل حاجة بتخص الدهب لكن زي ما انت شايفين هنا اكتب لينا باللغة الانجليزية. عادي جدا ممكن اقول له زي ما انت شايفين اقوم ما كتبت له باللغة العربية بدأ يحدد يتب لي باللغة العربية. بطنى يديني كلمات مفتاحية زي ما شايفين كده. زهب معدن سين مجوهرات تعديل صروة كل دي كلامات مفتاحية ممكن استخدمها. هنترى الكيبورد جينيريت. عندنا برضو كيبورد ريسيرش بروم ارتكال. يقول لي ديني عنوان مقالة مسلا الاستثمار. ويبتدي يطلع لي كيبورد من الكلمة دي. طبعا دي لما تزهر معنا ندوس علامة الخطأ دي ونشوف هي هتلعي زي ما شايفين كده. كيبورد بتده يطلع لي الاستثمار في الزهب. فوادر استثمار في الزهب. كل دي كلمات مفتاحية الطويلة والقصيرة. من كل ده بس من عنوان. وبدأ يديني كمان الشغل بتاع الارتكال اوتلاين. تديني جسم المقالة نفسه. كل ده انا ما تعبتش نفسي ولا كتب تهم برومبة خارجية ولا حاجة. انا بستخدم الاداة نفسها. انا ممكن حسن كمان على الاداة نفسها. وابتدي اضيف بعض الاوامر المعينة. يكتب له مثلا المقال عنوان كزا. وابتدي ادينه العزات وضيف لي كزا وكزا وكزا. فابتدي يحسن كمان على المفرجات اللي هيبتدي يطلحها من الاداة. كمان يديني الاسئلة اللي ممكن استخدمها كعناوان فرعية واللي احنا بنلاقيها في بحس جوجل. فيعني اداة شاملة وفيها كل حاجة تعريبا. وزي ما ذكرت لو حصل معا قطة ممكن بس مجرد ما تكتب له اكتب لي باللغة العربية هيبتدي يحسن معاك. ولو اخترت الاوتلاين العربي بيكتب في الاغلب لكن احنا بتحصل بعض المشاكل في الاداة. ممكن نكتب له يوتيوب كيوورد جسيرش بقول لي انتر كيوورد ار تايتل مسلا. اده يجيب لي كيوورد لونج تيل زي وان شايفين وكمان المستوى بتاع المنافسة انا ما اعتقد ما فيش احسن من كده يا جامعة. الموضوع سهل جدا انك تشتغل حتى على اليوتيوب والناس اللي كانت بتتعب ويا بندور على الكلمات مفتاحية تضفها في الوصف او بتاكز بتاع الفيديو. الاادة دي في السواني هتطلع على كل حاجة. الهاشتاجات اللي ممكن تضفها تحت الفيديو عشان التصدر. يعني على ما اعتقد انت كده مش ناصق اي حاجة. الفيديو بتاعك مجرد ما ترفعه اتبع عنوانك هنا وكل حاجة هتطلعها. لو انت استهدافك الانجليش هيبتدي يديلك الانجليش بولك تعمل ايه بالزر. الوقتي الكمنيل كونتن برضو بيبتدي يديه لك الامش بتاعتك. تماما تشايفين كل حاجة محسنة هنا في الاداة. على ما اعتقد الاداة يعني ابداعية بشكل لا يوصل. طبعا فيه حاجات كتيرة جدا انا مش عقود اشرح كل الادوات دي. بس انا حاببا بقول لك ادور فيها وهتلاقي حاجات حتى الكودينج والبراوس. دي الحديث جدا طبعا زي انت شايفين كرافت كيوورد طبعا ده ده انجاز طبعا الاداة بتتاعم كل ده وانت اصلا تشغل على النسخة المجانية. فتكري انت كل ده على النسخة المجانية. كل حاجة اطلع لك بهاي لغة انت عايزها وكمان لو حصلت معك مشكلة تبقى بلاي برومبت مثلا باللغة العربية. وبعد كده تبتدي الاعداة تشتغل كل الاداة يعني مش شرط. وكرر تاني كلمة تكتب لي باللغة العربية. تبك كلمة تبلي باللغة العربية مرة واحدة. ابتدي يحل لك المشكلة تبقى لو امر كلها تطلع عندك مترجمة باللغة العربية. طيب دي كده اول اداة. تاني ادام عينة وهنا دي بقى الااداة مفتوحة شبهة بالاداة الاولانية. مش نفس المواصفات. لكن الفكرة هنا ان انت بتقدر تاخد المقالات باكتر من تون. فده بيدينا تطوع البشري اكتر على المقالة. الاولانية فيها انك تكتب اكتر من تون لكن طبعا مدفوعة. وانا مش محتاج يقول لك ربط لي باي حسابات. بس هنا زي ان شايفين فبيقول لي هنا ان انت ما تنفعش تشغل مع الاداة الجديدة دي هيعمله تعارض مع بعض وممكن يعمله مشاكل. فانا عشان كده عملت حساب تاني هعمل الروف دلوقتي الاداة دي فرون كروم عشان بس معي مشاكل مع اي 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 بي ام. زي ان شايفين ده حساب تاني باستخدم عليه الويب شات وان وان كليك رومبت. الفافوريت وعندنا البابليك والاوين. طبعا احنا عندنا البابليك انا عملش اي حاجة. انت ممكن اصلا صنع عدوات عليها بس مش هنشرح لكلام ده دلوقتي. زي ان شايفين بنبتدي نختار مسلا المقالة ارتكال ما في المية. وابتدي مسلا اختار اللغة بتاعتي. وهنا بقى التون مفتوح. التون هنا المرادي مفتوح. تقدر تستخدم اي تون. روبريشنل مثلا. زي ان شايفين كل الانواع بتاعت المكارج اللي هي ممكن هتخلي النص بتاعك يكون بشر. شايفين بيقوللي اكاديمك او اا اي دستري. مثلا خليها تكنيكل. هنا مثلا نختار فريندلي. زي ان شايفين خليت اللغة العربية. فريندلي تكنيكل. وهنا بابتدي ادخل الكيبورد او بتايتل تعالوا نكتب هنا مثلا الاستثمار في الزهب فبقى يبتدي يطلعلي تلوقتي مقالة احترافية العنوين الفرعية زي ما انت شايفين بيبتدي يدين هايكل كامل للمقالة زي ما انت شايفين الهداية كتبت كامل باللغة العربية بشكل مباشر مفيش اي اخطاء يعني بيبتدي يدين الهايكل والكلامات المفتحية والكلامات حتى المفتحية الموجودة طبعا يبتدي يديني وصف وفقرات فيعنى تنصيق مقالة احترافي مفوش اي مشاكل ممكن ندوس continue generate عشان تكمل المقالة لك احنا عايزين نستخدم حاجة تاني تعالوا ندوس على كلمة keyword generate وهنا البرومبت input keyword مثلا انت عام نكتب الزهب عشان نشوف مستوى التنصيق بعد 25 كلمة ممكن زي ما ذكرت AIRPM بسبب انه بيبتدي يديني شوية من القوة بتاعت شات جي بيتي فور ببتدي يديني معلومات اكتر طبعا زي ما شايفين كده ممكن هنا في الـ advanced برضو اغير حاجات كتير لكن هنا تعريبا نتاج النسخة المدفوعة زي ما شايفين زي ما ذكرت هتحتاج هنا نسخة مدفوعة فدي طبعا ادية مشابهة للـ AIRPM في كتابة المقالات لكن هنا مفتوحة شوية في كتابة التون تقدر تغير في التون زي ما انت عايز لكن طبعا زي ما ذكرت الموضوع مش حاجة هتكون المهمة بشكل كبير يعني وهنا طبعا اه برضو حاجة هابنزل ما اذكرها موجودة في الاداتين الـ Auto Mid Journey Brombit الناس اللي ما عنداش اي معلومة ازاي تكتب اوامر وتعمل جنريت للصور وبشوف صور فظيع على الجروبات والهواتف في الناس عامل تجيب بقى صور من Mid Journey وعارفة بزي تتعامل مع الاوامر والموضوع طبعا عاملك قزمة وانت عايز تعمل زي applications او حتى عايز صور زي كده على الهاتف او على الجهاز بتاعك شايف ستستخدم Mid Journey او اي موقع تاني انت دلوقتي مثلا عايز صورة معينة مثلا عن المجال التقني او السرفرات او حتى صورة وردة او صورة شخص عايز تعدل على حاجة انا بيبتدي يديلك جنريت للكلام اللي انت بالزبط المفروض تبعاته لل Mid Journey فانا بيوفرلك Brombit اللي حاجة مشورة جدا زي Mid Journey ان انت تنشئ له صور او اي حاجة تاني او حتى تاخد كلمات مفتحية تبتدي تساعدك انك تنشئ الصور والي يكن الجزء ده لو Brombit Maker Intography Like Mid Journey هتبتدي مثلا تكتب الصورة اللي في دماغك وهي يبتدي يديلك اكتر من كذا وصف للصورة دي ل Mid Journey تحطهم في Mid Journey وتطلع لك الصور بشكل احترافي جدا كزي انت شايفين كده وممكن اخلي ال Output ل Mid Journey مثلا in English وممكن اخلي ال Output بتاعي English وبعد كده Run Brombit كزي انت شايفين Imagine Brombit اللي هي الخاصة ب Mid Journey وبتدي يديلك الوصف ده يقولك كزي انت شايفين V5 وال V4 والهيليستيك وال Ultra HD دي ادي وصف واحد وصف اتنين وصف تلاتة وهكذا لحد ما يديلك الحاجة اللي انت محتاجها من جير ما يكون عندك اي خبرة لا في الكتابة بلغة انجليزية ولا اي خبرة في ان انت تكون بتكتب الصور بزجاجة الاصطنائية وعرف المحركات وعرف الطريقة ان انت تعمل بها الصور الوقعية كزي انت شايفين كده على ما اعتقد الموضوع بسهل جدا الاداة دي رهيبة ورضو يحتمد عليها بشكل كبير نروح بعد كده الاداة تاني معنا زي انت شايفين كده الاداة دي برضو هنا نعليها اللي هي Max AI من الادوات اللي هي بتسهل علينا عملية البحث واللي هي بتبتدي شوف لك الصفحات المتصدرة زي انت شايفين ما هو الارض يبطر والربح زي انت شايفين احنا من صفحات المتصدرة ومعننا المقارة دي معمولينها بكاتب طبعا دي زكاة اسطناعوا مع ذلك برضو متصدرة معنا فزي انت شايفين بيبتدي يديني معلومات ويبتدي في حصل ويديني وصف طبعا الاداة دي عندنا هنا المساعد بتاعها كده عند اخر اداة معانا النهاردة. زلان شايفين اول ما بنفتح الشاجي بجيه زي كده بندوس على الاداة بتظهر معانا توني نعمل جستر. زلان شايفين الاداة بتكون معانا بالشكل ده عبارة عن كاتوجري بيصرع معانا شوية الاوامر اللي احنا ممكن نبتدي ندخلها في البرنامج لو انت عايز حتى تبقى تجيب افكار ومفيش افكار معانا المقالات عندك او في حاجة معانا بستبحث عنها ومش عارف تتعامل معاها. فوردي ده بيساعدك بشكل بير فندوس على الرايتنج. بعد كده نبتدي مسلا نختار الاكاديميك رايتنج او كوبي رايتنج او كونتنت رايتنج نبتدي نختار كونتنت رايتنج. ولكن نشوفوا البرنامج بتاعنا. لان شايفين ايدياس كتير جدا. اه ممكن مسلا اه كي وورد انا هتاعي اصدار على كي وورد معينة او فكس جرامر لو عنده مشكلة في القواعد. طبعا عندنا حاجات كتير جدا. اه خلينا مسلا يوليكن اه يوتيوب سكريبت رايتنج. وهنا برضو بطيدي يديني مسلا السكريبت مسلا دوس واحد مسلا. وهنا الهالستال مشلا اين. و الوضع بيتكلم عن ايه? مسلا ربحوlichkeitж من انترنت. بعد كده تقول انه بيكتب الكلام دا معنا. بليز رايت me او من انترنت يوتيوب سكريبت يعني بتاخ rivkk من يوتيوب بدييكون في مساحة اوفاعة واحد دقيقة. طب الوضوع ده بيتكلم عن ايه? باتكلم عن ربحو وبعد كده هبتدي ارسل بتاعي. بعد كده بدوس انتر او ارسال. زي انت شايفين بشكل سريع محتاجناش ترجع معي حاجة. تادي يبتدي يكتب لي سكريبت عن ربح الانترنت. زي انت شايفين كتب معنا السكريبت وطبعا لو انت طوالت وان مينت وانت سكس مينت واكزا. ممكن تبتيت اعمل السكريبتات دي المقالات وحاجات كتيرة جدا. طبعا على حسب الحاجة اللي انت محتاجة. وطبعا زي انت شايفين او الحاجة اللي انت عايز تنشئة مسلا. براندينج فور ماي بزنس. تكتب البزنس بتاعك نوع ايه. تبتيه برضو. تبتيب الحاجات او المواضيع اللي انت عايز تركز عليها في البراند بتاعك. مسلا موضعين تلاتة اربعة مواضيع خمس مواضيع بعكس طبعا اليوتيوب. لان كل مسلا سكريبت مخصص بيكون الحاجة معاينة اليوتيوب مسلا فده طول فيديو فاقول لك دقيقة ديتين تلاتة ساعة او هكزا. انا بالنسبة البراندج او البزنس براندج الحاجة اللي انت عايز تدور عليها. او الحاجات اللي انت عايز تركز عليها في المقالة بتاعتك او في الجزء اللي انت عايز تتبع عنه او في السكريبت او في جزء التسويق. او موضوع اتنين تلاتة او كزا. فدي بالنسبة لي اكتر الادوات بحساتها سريعة وبتسرع معايز شغل بتيني افكار سريعي مغير ما او ده اكتب كل الكلام ده بايدي. او هكتب على شغل او مقالات او هدافة اللغة الانجليزية والعربية. وطبعا الادوات دي سريعة وكوي جدا وبديلة لواقع مدفوعة كتيرة جدا وفي رايق احسى منها بكتير. فطبعا ده كان درس النهاردة. اتمنى درس يكون اعجابكم ولانت استفدت ممساش لايك وشير وسبسكرايب.